المصري بقى نهارده جماهير المصري استقبالة كابت الميمة عبد الرازي أفضل استقبال ممكن والراجل بكى قبل بداية المباراة بكى من استقبال جماهير المصري الراجل ده قبل هذه المباراة خلال تسع مباريات لعبهم مع المصري اتغلب مباراة واحدة بس ووصل المصري انه يبقى موجود في المركز الخامس في الدوري وصل المصري انهاء كأس الربطة وصل المصري انه موجود في دور الثمانية في كأس مصر عمل شغل محترم جدا فأنا نصيحتي لو تقبلها جمعية المصر اللي أكيد دلوقتي حزينة ومحبطة جدا رفقا بالكابتن ميمة عبدالرازي وجهازه الفني رفقا بلعبي المصري هي مباراة يا جماعة والحالة بتبقى سيئة في بعض المباريات لفرقة كبيرة كثيرة فالنهاردة ما كانش يوم المصري من الديئة الأولى والخطفة خطفة يعني هدفين في 11 دقيقة يخلصوا على أي فرقة حاول المصر يرجع بس النهاردة سيراميكا كان أفضل وكان متفوج بشكل أفضل وكان ترجمته للفرص أفضل وإن كان سيراميكا بجانب الأربع أهداف اللي سجلهم هو مضيع زيهم على الأقل خد بالك زيهم على الأقل فاستحق سيراميكا كليوباترالفوز النهاردة هارت لك للمصري يقدروا يبنوا على الشغل اللي حصل مع نهاية الموسم في الموسم الجديد وتشوفوا المصري بنسخة مختلفة تماماً للموسم القادم نسخة أفضل كمان من نسخة اللي كانت موجودة الموسم الماضي نصيحة الجميع المصري تستحمل أو تقبل ما حدث اليوم عشان فريقهم يكمل بشكل كويس ونصيحة أيضاً لمجلس إدارة النادي المصري نصيحة من القلب متعودش تلف حوالين نفسك على مدربين بقى مصريين أو أجانب وتمشي وتقعد وكلام ده كله الراجل اللي شغال دلوقتي ده راجل مخلص راجل بشتلل باجتهاد ومعه جهاز فني محترم جداً ده فيه جهاز فني فيه احمد الكاس وطريق السيد فيعني أسماء كبيرة في الجهاز الفني والبقايا طبعاً بدون منسى حد بس محترم ما تكمل خليهم يختاروا اللعيبة للموسم الجديد خليهم يعملوا أعداد للموسم الجديد بلاش اللغبات اللي بتحصل كل موسم ما أنا أعتقد مشكلة المصري دايماً في التغييرات الكتير في الأجهزة الفنية واللعبين هاردك للمصري ألف مليون مبروك للسيراميكا كليوباترا إدارة وجهاز فني ولعبين استحقوا النهاردة للمبساط والفرحة